التلفزيون العربي أوقفوا إمداد العدو وأغيثوا أهلنا في غزة انطلقت مسيرة ليلية تضامنية هنا في العاصمة عمان المشاركون في المسيرة يطالبون بأن يكون هناك تنديد وضغط لإيقاف الجرائم المستمرة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ويؤكدون أنه يجب أن يكون هناك موقف عربي رسمي واضح ومحدد وحاسم من هذه المجازر المستمرة في قطاع غزة وأكدوا أنه يجب أن يكون الحكومة الإسرائيلي أيضا موقف واضح من العلاقات الأردنية والإسرائيلية المشاركون رفعوا الكثير من الهتفات والليافتات التي تطالب الاحتلال بوقف الجرائم المستمرة في القطاع نلتقي بأحدى المشاركين في هذه المسيرة ما هي أبرز الرسالة التي تردتم إيصالها في مسيرتها طبعا هي الرسالة الأولى والوحيدة أن الشعوب العربية كلها بلا استثناء مع نبض المقاومة ومع مقاومة الاحتلال ودعم أهلنا في غزة يعني الشعار اللي رفعناه دائما لن نترك غزة واحدة الشعب العربي والشعب الأردني بالذات هو عمق استراتيجي للمقاومة وكل الشعوب مع نبض المقاومة ما بدنا قواعد أمريكية ما بدنا سفرات إسرائيلية ما بدنا حزب الناتو بالأردن بدنا إيقاف إمداد العدو من أي دولة بتمد العدو بأي طريقة أوسلو خياني كامب ديفيد خياني وادي عربي خياني يقفوا كل هاي الاتفاقيات ونظرة رحمة لجيراننا بغزة احنا أكتر دولة قادرة لنساعدهم ودور الأردن كتير كبير بدنا أكتر كم إذن هذا جزء من الهتافات التي يطالب بها المشاركون في هذه المسيرة ومن ضمنها آغيثو أهلنا في غزة اليوم الحديث أيضا عن المساعدات الإنسانية يجب أن تكون بشكل أكبر وإيقاف حرب المجاعة وحرب الحصار التي يمارسها الاحتلال إسرائيلي منذ أكثر من تسعة أشهر على قطاع غزة ليت جمور التلفزيون العربي عمان